تم مساء أمس افتتاح مشروع الهند الصغيرة في البحرين في سوق المنامة بالقرب من المعبد الهندي جاء ذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثر وسعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وسعادة السفير الهندي لدى مملكة البحرين وقد أشاد معالي وزير الخارجية في كلمتي أثناء حفل الافتتاح بجهود معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة في جعل المنامة وجهة مميزة مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والهند والتي تعود إلى قرون مضت والذي يعكسه مشروع الهند الصغيرة في البحرين بفضل جهود هيئة البحرين للثقافة والأثر بدولها شكرت معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة معالي وزير الخارجية لدعمه المتواصل للعمل الثقافي ولحضوره لافتتاح الهند الصغيرة في البحرين وقالت إن البحرين تحتفل بعيادها الوطنية في سنة خصصتها هيئة الثقافة للاحتفاء بالتراث بشعار تراثنا ثراؤنا موضحة أن مشروع الهند الصغيرة في البحرين يفتح آفاقا جديدة من التبادل الثقافي بين حضارتي البحرين والهند من جهة توجه سعادة السفير الهندي بالشكر إلى معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة وفريق عمل هيئة الثقافة لدورهم في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البحرين والهند ووضع الهند في قلب خريطة السياحة الثقافية لمدينة المنامة كما أشاد بالانفتاح الذي تعيشه البحرين في ظل القيادة الحكيمة